فتاة من أسرة صالحة لم يتقدم أحد للزواج بها بعد تخرجها من الجامعة وعندما تم تعيينها بوظيفة حكومية كبيرة لم تفرح كثيرا لأنها كانت تتمنى أن يرزقها الله بالزواج لأنه أهم من الوظيفة وعندما أخبرت أمها بحزنها ابتسمت وقالت لها عليك بالاستغفار وخاصة في الثلث الأخير من الليل وسيحقق الله رجاءك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أخذت الفتاة تستغفر وتدعو الله عز وجل وتعده إن أنعم عليها بزوج صالح فستكون دائما في طاعته وعندما أصبح عمرها ثمانية وعشرين عاما وبعد حصولها على الماجستير تقدم للزواج بها شاب تقي في الثلاثين من عمره وأخبرها أنه لا يمانع في عملها وفي سعيها للحصول على الدكتوراه إن لم يتعارض عملها ودراستها مع ما يحتاجه بيتها وأسرتها ففرحت كثيرا وتم الزواج وبعد عامين من الزواج وأثناء تحضير الزوجة لرسالة الدكتوراه أصبحت حاملة فلم يشأ الزوج أن يرهقها وأتى بخادمة تقوم بأعمال البيت لتتفرغ زوجته للمذاكرة وبعد الإنجاب جاء بوالدته إلى المنزل لتراعي طفله وحصلت الزوجة على الدكتوراه ثم رزقت بابنها الثاني ومرت السنوات وأصبحت الزوجة في عملها ترأس تحتها خمسين موظفا مما جعلها مجغولة دائما وفي بعض الأحيان كانت تحمل أوراق العمل إلى المنزل تعمل فيها حتى منتصف الليل وكان الإبنان في هذا الوقت في المرحلة الابتدائية ويحتاجان لرعاية الأم خاصة مع انشغال الأب في عمله لذلك أخبرها أن لبيتها حق عليها ولكنها كانت تتجاهل ما يقول ولا تعطي لابنيها أي اهتمام حتى أصيب الإبن الأكبر وهو في الثامنة بكسر في ساقه فترك الأب كل شيء وتفرغ لابنيه وظل مع ابنه المصاب حتى شفي تماما والزوجة كل يوم لا تهتم إلا بالتقدم في عملها فنصحها الزوج بالاستقالة وأن توازن بين العمل والمنزل وهددها بالطلاق ولكنها لم تهتم بالنصح أو التهديد فطلب الزوج من ابنيه ومن والدته أن يجهزوا أنفسهم لرحلة طويلة ثم أخذهم واتجهوا لمحافظة مجاورة وطلب من أمه أن تعطيه هاتفها لكي تستمتع بالرحلة وعندما حان موعد عودة الزوجة إلى المنزل اتصلت عشرين مرة بالزوج وأمه فلم يرد أحد عليها وبعد يومين رد الزوج على هاتفها فكانت قلقة وصوتها مليء بالبكاء فأخبرها الزوج أنه قرر أن يبتعد مع أمه وابنيه حتى تشعر بوجودهم فطلبت منهم عرفة مكانه فأخبرها وبعد ساعتين وجدها أمامه تبكي وتعتذر وتخبره أنها نادمة لأنها لم تحافظ على العهد مع الله عندما عهدته إن رزقها بزوج صالح ستكون معه كما أوصى وكما أوصى رسوله وطلبت من زوجها أن يسامحها وستكون معها كما وعدت ربها قبل أن يتقدم إليها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا دفين الملائكة في غزوة بدر قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه اثنين من الكفار فنذرت زوجة أحدهما أن تشرب الخمر برأس خبيب وستدفع لمن يأتيها به ما يريد وفي واقعة بئر معونة احتال الكفار على ثلاثة من الصحابة منهم خبيب فقتلوا الاثنين وقيدوا خبيبا وأخذوه إلى مكة وباعوه للمرأة التي قتل خبيب زوجها ولأنهم أسروه في الأشهر الحرم فلا يصح قتله لذلك قرروا قتله بعد انتهاء الأشهر الحرم فأوثقوه وقاموا بوضعه في بيت يسكنه رجل ومرأة وابنهما الصغير وأمروا سكان البيت بالتيقض والحرص والتحفظ عليه وذات يوم غادر صاحب البيت بيته فدخلت زوجة صاحب البيت على خبيب الحجرة وهم في برد الشتاء فوجدت في يده عنقودا من العنب ولم يكن في مكة كلها حبة عنب واحدة بينما خبيب يجلس يأكل من العنب وهو مربوط بالسلاسل وهذه معجزة من معجزات الله عز وجل وقد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة فقد رأته هذه المرأة مرات كثيرة وفي يده طعام دون أن تعرف مصدره وفي يوم من الأيام وقبل أن يقتل خبيب بيوم أو ثلاثة قال لهذه المرأة هل من الممكن أن تعطيني موسيا فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوم بسنن الفطرة مثل قص الأظافر وتهذيب الشارب وحلق الشعر وإزالة شعر الإبط وعندما أحضرت له الموسي اقترب ابنها الصغير منه وجلس في حجره فخافت أن يقتله بالموسي ولكنه قال لها من يخاف الله لا يفعل هذا وما كان لي أن أكون من أصحاب محمد وأفعل ذلك خذي الغلامة ولا تقلقي وبعد الأشهر الحرم أخذوا خبيبا وخرجوا به خارج مكة وقاموا بتعليقه في شجرة وجمعوا كل قريش فقال أبو سفيان لا تقتلوه إنما اضربوه نريد أن نعذبه فبدأوا يضربونه وخبيب رافع الرأس فذهب أبو سفيان إليه وقال يا خبيب أستحلفك بالله أتحب أن تكون آمنا في بيتك الآن ويكون محمد مكانك فقال خبيب والله ما أحب أن يكون رسول الله في بيته ويشاك بشوكة في يده فكيف أحب أن يكون في مكاني فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد ثم قال أبو سفيان أتطلب أمرا يا خبيب قبل أن تموت قال خبيب نعم أحب أن أصلي ركعتين ففكوا وثاقه وصلى ركعتين خفيفتين ثم نهض ونظر لأبي سفيان وقال لولا أن تظنوا أني أخاف الموت لأطلت فيها ما شاء الله أن أطيل ثم أعادوه وربطوه وبدأ يقول شعرا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ثم وقف يدعو الله بأعلى صوته ويقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إني قد بلغت رسالتك فبلغ رسولك مني السلام وما أنا فيه وهكذا كان حرص أصحاب رسول الله على هذا الدين كلهم يعلمون أنهم أصحاب رسالة حتى عند موتهم وبعد أن قتل خبيبا وبعد عشرين سنة وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الصحابي سعيد بن عامر واليا للكوفة وجاء أهل الكوفة ليشتكوا لسيدنا عمر واليهم سعيد بن عامر وقالوا له إن هذا الوالي به مرض الصرع يكون جالسا فيرتعش ويرتجف ويسقط على الأرض فناداه عمر وسأله ماذا يصيبك يا سعيد فقال له يا أمير المؤمنين لقد كنت واقفا يوم دعوة خبيب فأصابتني هذه الدعوة فكلما تذكرته حدث لي الذي يحدث نعود لقصة خبيب فبعد مقتله نزل سيدنا جبريل من السماء وأخبر رسول الله بما حدث لخبيب عند مقتله فقال الرسول وعليك السلام يا خبيب ثم قال لا يترك خبيب مصلوبة ثم أمر النبي واحدا من الصحابة وقال له اذهب بسرعة إلى مكة وأحضر لي جثة خبيب أو اتفنها وصل هذا الصحابي والدنيا قد أظلمت فصعد على النخلة التي كان خبيب مربوطا عليها وكان هذا الصحابي خائفا أن يراه أحد فيقتل وبعد أن فك خبيبا أراد أن ينزل به من على النخلة فسقط خبيب منه فنزل الصحابي من على النخلة يبحث عنه فلم يجده فظل يبحث عنه لأنه لا يستطيع أن يعود إلى النبي بدونه فانتظر حتى يصبح الصباح وعندما طلع النهار لم يجد الجثة فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم حزينا لأنه بعثه في مهمة ولم ينجزها فلما دخل على النبي ابتسم له النبي وقال له لا عليك لقد دفنته الملائكة ولقب من يومها دفين الملائكة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة فتاة جامعية أحبت ابن عمها وزميلها في نفس كليتها حبا كبيرا ولكنه كان لا يبادرها نفس الحب بل كان يشعر بضيق شديد كلما رآها متبرجة تلبس ملابس غير لائقة وكان ينصحها لوجه الله أن تغطي رأسها ولا ترتدي ملابس تشبه ملابس الرجال وأن تمتنع أو تقلل كلامها مع الشباب اتقاء الفتنة وأن تصلي وتقرأ القرآن وتكون أكثر التزاما بأمور دينها فكانت تظن أن نصائح ابن عمها دافعها غيرته عليها وحبه لها ومع ذلك لم تلتزم بما نصحها به وكانت الصدمة الكبرى لها عندما تزوج ابن عمها بعد تخرجه من فتاة فقيرة ولكنها تتق الله في كل قول وعمل بدأ حقد الفتاة على ابن عمها وبعد أيام من زواج ابن عمها تزوجت هي الأخرى ولكن بسبب عنادها وغرورها طلقت بعد ستة أشهر من زواجها عاش ابن العم مع زوجته حياة سعيدة كل همها إرضاء ربهما بصلاة وصيام وقيام وقراءة القرآن وقد زادت سعادتهما بعدما رزقهم الله بطفلين جميلين وتمر الأيام وتتزوج ابنة العم مرة ثانية ولنفس الأسباب تنفصل عن زوجها بالطلاق فتقرر التفرغ للدراسات العليا وتمر الأيام وتصبح ابنة العم أستاذة جامعية وطوال هذه السنوات لم تنسى ابن عمها وحبها له حيث قررت الزواج به جربت ابنة العم التقرب لابن عمها في المناسبات العائلية التي كانت تجمعهما ولكنه كان لا يهتم بها لذلك قررت الانتقام منه حيث اتفقت مع أخيها أن يتصل بابن عمها ويخبره أن زوجته على علاقة به وأنها تخونه منذ أعوام وبدأت ابنة عمه الأستاذة الجامعية في إطلاق الشائعات وتشويه زوجة ابن عمها لكن الزوج كان يثق في زوجته ثقة كبيرة فلم يهتم بهذه الشائعات حتى استطاعت ابنة العم أن تغري أحد أصدقاء ابن عمها بالمال ليذهب إليه ويشهد زورا أنه رأى زوجته مع ابن عمه أكثر من مرة فحزن الزوج بعدما صدق كلام صديقه وطلق زوجته البريئة انتهزت ابنة العم هذه الفرصة لتواسي ابن عمها وتتقرب منه ولكنه كعادته لم يهتم بها بل زاد كرهه لها لأن أخاها هو من اعتدى على حرمة بيته على حسب ظنه وبعد مرور شهر واحد يذهب صديق الزوج ويخبره بأن زوجته بريئة تماما ويقسم له على ذلك فيعيد الزوج زوجته ويرفع يديه إلى السماء قائلا حسبي الله ونعم الوكيل بعد أيام قليلة تصاب ابنة العم بمراض شديد وتذهب إلى ابن عمها وزوجته وتطلب العفو منهما عما بدر منها وظلمها لهما فيسامحاها ويدعوان لها بالشفاء فرحت ابنة العم كثيرا بعفو ابن عمها فتتغير كثيرا وتتوب إلى الله وتلتزم بالحجاب وبالصلاة وكل ما يرضي الله وبعد أيام يذهب إليها ابن عمها وزوجته ويرشح لها صديقا له صالحا كانت زوجته قد توفيت وبعد لقائها بهذا الصديق توافق عليه ويتم الزواج وتشكر ربها على حلمه عليها حتى تغيرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ويتم الزواج واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم